عمان كاملاني مضيها على فقدانه ساقه برصاص اسرائيلي في مسيرات العودة ومنذ ذلك الحين لم يحظى محمد بفرصة للحصول على طرف صناعي بفعل أوضاعه المادية الصعبة اليوم يعود الأمل إليه من جديد فهو يخضع لفحوص داخل هذا المركز لإنتاج الأطراف الصناعية والذي تأسس بمبادرة شبابية لمساعدة الجرحى وذوي الإعاقة في مدينة رفح هذا مشروع مهم لنا كثير يعني لنا ثلاث سنين بنيجري لأطراف على الفاضة يعني والطرف الموجود المحل في المركز هنا نفجودة اللي بره يعني وبتكلفة غالية بره وهنا بتكلفة رخيصة في هذه الورشة يقضي محمد الخالد جل وقته محاولا إنتاج أطراف صناعية لمن لم يوفقوا في الحصول عليها نظرا إلى ارتفاع أسعارها فهو توجه لصناعتها بمواد محلية الصنع بكلفة أقل من المواد المستوردة للتخفيف عن كاهل الجرحى ومنحهم الأمل لمواصلة حياتهم مريض البتر في حالة أنت ركبت له الطرف الصناعي رجعت في روحه أنا لجأت أن أوجد مواد طبية محلية آمنة أن ألجأ لها سواء مواد أو سواء معدات من غزة نظرا لأنه طبعا المعابر والاحتلال بيمنع بقيد هذه الأدوات الطبية من كده سن ويأمل محمد أن تلقى مبادرته دعما كافيا من أجل تطويرها بما يتيح له تغطية حاجة جرحى مدينته في ظل حرمان الكثيرين منهم السفر للعلاج في الخارج ازدياد أعداد الجرحى والمعوقين في غزة بفعل اعتداءات الاحتلال يفرض ضغطا أكبر على مراكز الأطراف الصناعية القليلة التي تفتقر إلى الخبرة البشرية والمواد اللازمة لإنتاج أطراف ذات جودة عالية أحمد غانم غزة الميادين ترجمة نانسي قنقر